نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولية للصناعات الدفاعية أدكس 2023 في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من الرابع حتى سابع من شهر ديسمبر ألغاري بمركز مصر للمعرض الدولية ذلك تحت رعية رئيس عبد الفتاح السيسي أدكس 2023 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة على أرض مصر ملتقاً هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الأعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعارض الدولي للصناعات الدفاعية إديكس 2023 في دورته الثالثة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي شارك في المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة اي دابليو اي بمنطقة الشرق الأوسط وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة كذلك كافة التفاصيل التي توضح التنصيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة في ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية وتم الإعلان خلال وقاء المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحا دوليا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسل وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كافة الاستفسارات حضر فعليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثل وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية